السلام عليكم في احد الافاضل بعد سؤال بيقول اتعلم الروبوت منين ولو انا مش كواس في الساب هل اتعلم ساب الاول بقى اتخذ في الروبوت ولا ينفع اتخذ في الروبوت على طول طيب بداية ان ايه هو الروبوت برنامج تحليل الانشاية زي وزي الساب زي التابس وهو اوتو ديسك بمشترياه فعمل له دعاية كويس وهو فعلا في شوية مزايا كويسة وبذلك في التحديثات الاخيرة يعني عمل تفرق كويسة وهو مرتبط جدا بالروبوت لان هما الاثنين تابع اوتو ديسك اوتو ديسك ما عملتش حكي فيهم اوتو ديسك اشترت الاثنين فلو انت عايز تعلمه والناس كتيرة شغالة بيه تمام ومطلوب في شركات كتيرة بتطلب روبوت وفي شركات بتطلب ساب بس بالشرط خالص ان انا لازم اتعلم ساب عشان ادخل روبوت ممكن ادخل في الروبوت على طول مدام فاهم تحليل الانشائي تدخل في الروبوت ليس هري جدا مثل الروبوت ان انت ممكن اصلا متحتاجش حاجة خالص يعني انت ممكن تاخد المودل من ريفيت تقول له من تحليل الانشائي في يعملك تحليل الانشائي على طول تمام وبعد كاف حاجة سبشيال ممكن تعملها منوال او تعدل فيها او كده فهو يعني برنامج قوي ومميز وممكن تدخل فيها على طول مش لازم تكون تدخل في برنامج لازم تعلم ساب واتابس عشان تدخل في الروبوت وحاول التركز على واحد بس برنامج واحد بس وانت بعرف التانيين بيعملوا ايه ممكن تلاقي ده في ميزة مثلا حاجة معينة في توفر وقت او كده فتلجأ للبرنامج التاني في جزء ايه معينة تمام انا بعمل كده ببعرف ان احسن برنامج فيه مثلا او الشركة شغالة برنامج دوت والبرنامج التاني ببعرف عنها نبزة ما بتعمكش فيها بس ببعرف ان الجزء ده مفيد في البرنامج دوت فلما اعوز الخاصية دي هروح للبرنامج دوت اشتغل عليها تمام؟ ده لالشغالة بتاعك وخش علي يوتيوب وانتسرش على بلاي ليست واخد اسمحها كلها من الاولى الاخيرة ما تسمعش فيديوهات من الشارق او من الغرب لازم تكون بلايست معينة او تشير اسطونا معينة يعني سلسلة كاملة ما اسمعش مسلا درس من هنا ودرس من هنا ودرس من هنا ودرس خمس دقايق ودرس عشر ساعات وكده لا واحد يكون شرح حاجة من اولا الاخيرة عساس ما تتكررش معك المعلومات واهم حاجة ان انت تطبق تمام تطبق كل ما اسم حاجة تطبق كل ما اسم حاجة تطبقها وربنا